قراءة في أهم جيف صحف النطق بالعربية جولتنا في مختلف صحفة تونسية نبدوها بجريدة الصحافة الافتتاحية ضمن القطع مع التعقيدات الإدارية وتحسين المرافق العمومية نحو مقاربات جديدة للدور الاجتماعي للدولة وواصلة الصحافة بعد أن كشفت زيارات الرئيس الميدانية تقصير المسؤولين الجهويين العمل الميداني أصبح من ركائز عمل الولاد نقرأ زادة في مناقشة مهمة وزارة الفلاحة بالبرلمان وضع خطط لإصلاح وتطوير قطاع الفلاحة رغم ضعف التمويل البنكي والتحديات المناخية المغرب في عددها الصادر اليوم نقرأه بالبنط العريض شبهات فساد وإخلالات بالجملة قائمة فتح الأبحاث تتوسع وهذا في علاقة بجملة الملفات التي تفتحت كما نشير الشعال وانفذة والمحطة السياحية بالقنطاوي وفي الشأن الدولي قالت المغرب مقترح إسرائيلي جديد لدعم التحالف مع ترامب مفاوذات وقف إطلاق النار في لبنان بين التهديئة والتصعيد جريدة الصباح ترقت إلى توقعات البنك الدولي بتحقيق تونس تسبت نمو 2.3% سنة 2025 وقالت أفاق وعدة ودفع عجلة الاستثمار ضرورة نلقى زادة جملة من الموضوعات الوطنية من بينها تجميد أموال عدد من الجمعيات في علاقة بالتمويل الأجنبي وفي خبار آخر وصفتها بالدكاكين الافتراضية تنتعش وين تعش معها التحيل والغش دكاكين افتراضية استفادت من غياب الرقابة وملايين المتابعين الملهوفين وطبعا في ختام حديثنا على الصحفة التونسية الخبر لصناع الحدث وأوردته أغلب الجرائد فوز المنتخب التونسي وترشحه لكأس إفريقيا الشأن الدولي جريدة العرب في الشأن الليبي قالت حكومة تدبيبة تنشئ شرطة أخلاق للتضييق على الليبيين وخبر خصة تعداد السكينية في العراق الأكراد يتخوفون من تسييس التعداد السكيني في العراق لضرب مصالح الأقليم ورجعت في الشأن تونسي بخصوص الدروس الخصوصية سمتها دروس تقوية وقالت دروس التقوية في تونس عملية مربحة تستفيد من تراجع مستوى التعليم نخلق جريدة الشرق الأوسط حفظت على التصعيد الإسرائيلي التصعيد الإسرائيلي طيران استهدف موقعين بالعاصمة السورية وتسبب في مقتل عشرين على الأقل نقرأ زادر روسيا تتهم تركيا بالتصرف كدولة احتلال في سوريا وإيران مستعدة للتفاوض حول النووي دون ضغوط نواصل معكم في بعض العنوين في الصحافة بالفرنسية في جريدة الإبارات والأخير عنوين جلب انتبه يمحليها كفي باشالوين حول المحيط الهيدي Pacifique, une découverte en corail massif une expédition du National Geographic a annoncé jeudi avoir mis au jour le plus grand ensemble de polypes corallien du monde près des îles Salomon une lueur d'espoir pour les scientifiques c'est une lueur d'espoir pour les scientifiques qui nous voyons à voir C'est une lueur d'espoir pour les scientifiques qui nous voyons à la libération sur l'OQTF C'est une lueur d'espoir pour le territoire français C'est une lueur d'espoir pour les scientifiques qui nous voyons à la libération Le nouveau ministre de l'Intérieur français Bruno Retailleau a annoncé vouloir augmenter les expulsions d'étrangers frappés d'une obligation de quitter le territoire français C'est une situation précaire qui réunit des profils très différents itinéraires croisés de vie quotidienne rythmée par la peur C'est une lueur d'espoir pour les scientifiques qui nous voyons à l'OQTF C'est une lueur d'espoir pour les scientifiques qui nous voyons à la libération les parents reprennent le contrôle Pékin accorde deux jours fériés en plus pour relancer l'économie Les Français auront 13 jours fériés par an contre 11 jusqu'à présent a annoncé le gouvernement chinois cette semaine pour développer le tourisme de masse et la classe moyenne du pays attend souvent des jours fériés pour voyager Trouver 2000 milliards de dollars d'économie c'est la mission impossible de qui ? De monsieur Elon Musk Il est persuadé de pouvoir trouver 2000 milliards de dollars d'économie dans le budget fédéral américain C'est un objectif inatteignable sans toucher aux dépenses contraintes fixées par la loi C'est ce que vous dites ? C'est ce qu'il dit 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 ?